أذهب أولاً إلى كاليفورنيا حيث سعادت الدكتور أشرف سينجر دكتور أشرف استمعت إلى جزء من حديث منتصف المدة الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن وقد بدأه بداية مذهلة قال في شباب الباكر وصبايا كنا نعاني شظف العيش والحياة كانت صعبة إلى آخره أنا في الحقيقة لم أفهم لماذا بدأ هذه البداية دكتور سينجر هو الرئيس بايدن بيرجع طبعاً لتاريخ القديم لما كانت الوقت المرتحدة في الارتباطات ما بين الإنفاق والضرائب كان في معدلة موضونا شوية وكانت بتيجي طبعاً على حساب عدم الرفاهية اللي بيتمتع بها المواطن الأمريكي من بعد ما الوقت المتحدة تركت ربط الدولار مع الذهب في سبعينيات القرن الماضي بنرجع برضو لذكريات بايدن ويسمح عن والده لما تعرضت الوقت المتحدة الأمريكية إلى الكساد والعظيم وتضخم العظيم وده كان قبل الحرب العالمية الأولى بشكل كبير ومن تاريخ الأزمات دي للولايات المتحدة بتاخد قرارات تكاد تكون لا يمكن دولة في العالم تأخذها سوى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أنها عندها تقييم لأصولها يختلف عن أي دولة في العالم يعني مهما اقترضت ما زالت الأصول الأمريكية من عقارات لأراضي لإنتاجية لإنتاج كبير في الوقت المتحدة في القطاع الصناعي والقطاع الزراعي تقييم الأصول المتحدة في التكنولوجيا صحيح تقييم الأصول المتحدة في الصناعات الدفاعية والدوائية يعني مثلا فيروس كورونا شوفهم عمل التكنولوجي بسرعة والصين بتعمل مبادرات دلوقتي عشان تشتري منهم أو تشتري فايزر يعني نستطيع القول أن الولايات المتحدة يعني بتواجه طبعا تحدي الإنفاق الكبير ولكن هم عندهم زي ما حضرتك أشرت في تقديم الحلقة أن هم يطبعوا دولارات حقيقية وهم يدركوا تماما أن هذه الدولارات الحقيقية يستطيعوا أن يستعوضوها بتجارتهم مع دول كثيرة في العالم اليابان والاتحاد الأوروبي يعني برضو الضيف المحترم اللي ذكر من فرنسا قال لك أنا عندي الاتحاد الأوروبي بيراقب كل يورو لو تم طبع يورو واحد في فرنسا الولايات المتحدة لا ما زالت الولايات المتحدة تستخدم قواتها العسكرية بشكل واضح تماما وأنا في ظني مع احترامي طبعا لوجه نظر الضيفة العزيزة موضوع أوكرانيا مش القضية الأساسية اللي بتخاني عليها الجمهوريين لأن أنا في وجهة نظر أن الجمهوريين والديمقراطيين هم عندهم استخدام لسياسة معينة في تحدي معين وحيوافق طبعا على زيادة الدين ويرفعوه عشان يدفعوا الأجور والدنيا تمشي في أمريكا لأن الجمهوريين والديمقراطيين هم عدفهم الأساسي الوقت المتحدة تشتغل القضية الأوكرانية بالنسبة للوقت المتحدة الأمريكية يعني وأنا أقراها جيدا في عيون سكالرز والبحثين هنا في كليرمونت في كاليفورنيا بس أشوف بشكل واضح أنه إذا كان البروفيسور أو الطالب دمقراطي أو الجمهوري هم متفقين على أن قضية أوكرانيا قضية أمن خامل الوقت المتحدة الأمريكية وبالتالي لن يكون دعم أوكرانيا هي القضية الأساسية التي أدت إلى زيادة الدين أو هذه المشكلة لأن هذه المشكلة ترجع إلى 2011 كان صداع عالي أو أيام باراك أوباما الرئيس الأساسي في تصورك دكتور سينجر دونالد ترامب كان ممكن يتعامل مع الأزمة الأوكرانية إزاي؟ دونالد ترامب الرئيس السابق ما كانش هيقدر يخرج عما خرج عليه بايدن أظن كده واضح جدا يعني وكان حياخد إجراءات أكثر قسوة ليه؟ لأنه كان عنده فيه اتهام مبطن أنه مبطن أنه على علاقة برئيس باطن أو بروسيا فبالتالي هو كبيزنسمان هو عشان ينفي أي اتهام على أنه له علاقة برئيس باطن أو بالقضية الأوكرانية سيكون جمهوريا أكثر من الجمهوريين نفسهم ويكون سقرا أكثر من السقور يعني الجمهوريين أنا سمعت منهم كلمات واضحة جدا بينهم يعني إذا بوتن أو روسيا أقدمت على التأديد باستخدام السلاح النووي صالوا حاصر روسيا بكل طرف لها بأسلحة نووية كغواصات واه وحتى ترامب نفسه قال الكلام قالك أن أنتوا استعانتوا بأوكرانيا وكانوا مفروض تعملوا ردع مسبق قبل السماح له إذن حديث ترامب وحديث بعض الجمهوريين عن الإغداق الديمقراطي إغداق الإدارة الأمريكية الحالية وهي ديمقراطية طبعا على أوكرانيا بشيكات على بياض بحسب التعبير الشهير يعني هو سعي لضرب هذه الإدارة سياسيا لكنه لا يعبر عن موقف تفضل لا بربس يسين أنا أتفق مع حضرتك لأنه هو قضية أمن قوم أمريكي هم ينظرون إلى أوكرانيا على أن إذن هزمت أوكرانيا دخلت روسيا لأوروبا هددت حلف الأطلنطيك كثرت الحلف وهذا أمر الولايات المتحدة تسعى إلى بناء الحلف الذي كان نمرا من ورق إلى أن يكون حلفا عسكريا سياسيا ينظم ويدير العالم من عقل واشنطن ومن إدارة واشنطن هذا ما نجحت فيه أمريكا في الأزمة الأوكرانية ترجمة نانسي قنقر